منذ ظهور الخلافات الخليجية إلى العلن كان واضحاً أن الجانب الأكبر منها يتعلق بالسباق المحموم بين النظامين السعودي والقطري لنيل رضى البيت الأبيض أرياض دفعت لترامب 460 مليار دولار فترك البيت الأبيض نظام الدوحة يتخبط بعزلة خليجية بانتظار أن يدفع ذلك النظام ما يترتب عليها مشيخة قطر فهمت ما هو المطلوب منها فسرعت لإبرام صفقة لشراء طائرات أمريكية مقاتلة من طراز F-15 بقيمة 12 مليار دولار وزارة دفاع النظام القطرية تحدثت عن المكاسب الأمريكية وليس القطرية من الصفقة مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في خلق فرص عمل في 42 ولاية أمريكية إشارة الرضى الأمريكي لم تتأخر فتم إرسال سفينتين حربيتين إلى مشيخة قطر لإجراء تدريبات مشتركة في هذه الأثناء كانت الرياض تحاول تضييق الخناق على الدوحة وتسخر من النظام القطري بطريقة مبطنة من خلال الاستعداد لتقديم مساعدات إنسانية للقطريين وبالتزامن مع ذلك أيضاً فقد أخذت التطورات الخليجية الداخلية منحاً أكثر وضوحاً حيث قال رئيس وزراء مشيخة قطر السابق حمد بن جاسم إن الجميع ارتكب الأخطاء في سوريا بمن فيهم الأمريكيون مضيفاً أننا عملنا في غرفتين عمليات واحدة في الأردن والثانية في تركيا وشارك العديد من الجهات في هاتين الغرفتين كالسعوديات والولايات المتحدة وحلفاء آخرين كشف الأدوار المتعلقة بدعم الإرهاب في سوريا لا يغير من الواقع شيئاً ولا يضيف جديداً لأن كل النظامين السعودي والقطري متورط بدعم الإرهاب والفارق الوحيد هو مسميات التنظيمات التكفيرية التي يدعمها كل من النظامين